اللغزة ده تقييمه 8 من 10 والمطلوب مننا اننا نفك الكتاتين دولة عن بعض عندنا الكتعة الاولى زي حلزون كده بس طبعا الحلزون ده مقفول من فوق وفيه جوة كده зي عمود في النص كده مش ماسك في اي حاجة والكتعة اللي تحتها عاملة زي حرف الـ u كده فيها طبقتين ومطلوبها اننا نفك الكتاتين دولة عن بعض طبعا من الشكل كده حاولنا اننا نسحة بالحتة الى حرف الـ u دي نعديها كده مع الحلزون لحد فوق وصلنا لحد فوق طبعا إنا الطريق مسدود لأن المكان من فوق أصلا مقفولة تماما ويستحالة تخرج فإحنا كده عندنا طرقين إما تكون التركة في نهاية الحلزون ده أو التركة تكون في بداية الحلزون من فوق فنحاول كده كل المحاولات اللي ممكن نعملها تحت إننا نحاول نقل بحرف اليو ده نخرجه بطريقة مختلفة فنحاول كده مع بعض ونشوف هناخد كم دقيقة بحيث إن إحنا نقدر نحل اللغز ده طبعا من الشكل كده فهو اللغز طبعا صعب جدا واستحالة يتحل كده بسهولة فحاولنا كده إن إحنا نحاول نعدي الحتة في بداية الحلزون دي من حرف اليو ما بين الطرفين بتوغي طبعا مش بتعدي محاولات كتير جدا زي ما شايفين كده قدمنا يعني محاولات كتير نحاول نلفه حيث إن إحنا نعدي حتة صغيرة من الحلزون بعد كده نحاول نقلب حرف اليو ده يعتبر كل المحاولات برضو مش نفعة مفيش اي تركة في بداية الحلزون ده تنجحنا ان احنا نحل اللغز ده فبعد المحاولات اللي في بداية الحلزون ما فشلت حاولنا نطلع لفوق عند العمود اللي هو في النص ده يمكن فيه تركة ان احنا نحاول بس نعد كده الدوران بتاع حرف اليو ده من القطعة اللي هي في النص ده او من العمود اللي هو واقف في النص ده برضو مش عارفين حتى حاولنا كده بالعافية او ان احنا نتعافى عليها برضو مش نفعل فعملين اللف وندور حواليها تقريبا برضو ما فيش اي مخرج يخلينا نحل اللغز او يساعدنا في حال اللغز لحد ان احنا تقريبا فقدنا الامل وان هو غالبا ملهوش حل يعني هو مستحيل يتحل لان فعلا حرف اليو ده جوه التجويف تماما وكمان الحلزون ده مقفوض حاولنا كده نخلي حرف اليو طرف جوه الحلزون ده وطرف برا ونحاول كده نمشي مع الحلزون واحدة واحدة اللف وحدة واحدة كده لقينا الحلزون بيطلع معانا عادي بس لما وصلنا للنهاية لقينا برضو ان العمود ده في النص بس لما لفينا كده حرف اليو لانه خرج معانا سهل دلوقتي محتاجين اننا نركب اللغز تاني طبعا هنركب اللغز بس بالعكس بقى اننا هنحط حرف اليو ده ميل كده لتحت ونحاول ندخل منه العمود للفنلص ده وبرضا نحاول نلف كده مع الحلزون لحد ما نوصل لتحت مفروض ان هو يمسك في الحلزون ويدخل تاني عادي زي طريقة الحل بس بالمعكوس لما حاولنا اللف لقينا ايه ده ما مسكوش في بعض ازاي اصلا مالية طريقة الحل بالعكس بس طبعا ما مسكوش في بعض بس اكتشفنا ان احنا عملنا غلطة تماما ان احنا هيدوب حطينا حرف اليو ولفينا بس طبعا الطريق ده طبعا استحالة كده هو كده عمره ما هيركب لازم اننا ندخل العمود ده جوه حرف اليو فاحنا نحط حرف اليو مقلوب كده ونعد منه العمود ده وندخله في لفة من الحلزون ده بعد كده بقى هنكمل لف الحلزون اللي تحت هنلاقي فعلا اللغز تركب معانا وبكده نجحنا اننا نركب اللغز تاني طبعا اللغز اخد مننا وقت كبير جدا ده احنا كمان مصرعين الفيديو علشان الفيديو ما يكونش طويل عليكم وطبعا عشان نحل اللغز ان احنا نحط حرف اليو لحد ما نوصل للاخر كده هنلاقي اتفاك معانا تاني والتركيب برضو خلاص بقى بقى سهل تقريبا انتو الوقت تعرفته الحل بتاع يا ريت تنزل دلوقتي تعمل لايك وتعمل شير للفيديو واللينا في التعليقات تحب نحل انهي لغز من الاربعة دول في الفيديو القدم ان شاء الله قلنا الرقم اللي تحب نحله في التعليقات واكتر رقم هيتقال هنحله في الفيديو اللي جاي مع بعض ان شاء الله